تحية طيبة مشاهدين وأهلا بكم إلى مجاز أخبار الآن أعلنت وزارة الدفاع المصرية أن الطيران الحربي المصري نفذ ضربة جوية مركزة على مواقع المتشددين في ليبيا تأكدت مشاركتهم في تخطيط وتنفيذ هجوم على أغباط وقع أمس الجمعة في صعيد مصر وأسفر عن قتل 28 شخص وأضف الجيش المصري أن عملياته مستمرة صرح رئيس اللجنة العلمية العسكرية تابعة للقوات المسلحة الروسية الجنرال إيغور ماكوشيف أن الخبراء العسكريين الروس أجروا خلال العام الماضي اختبارات على استخدام أكثر من 200 موذج من الأسلحة في سوريا وبفضل ذلك جرى تعديل الخطط اللازمة لتطوير وتحديث نظم الأسلحة هذا وتتهم منظمات إنسانية منظمات إنسانية القوات الروسية بتحويل سوريا لحقل تجارب لأسلحتها الحديثة أطلق الجيش العراقي عملية واسعة لاقتحام المدينة القديمة في الموصل لاستعادة آخر مواقع يحتلها داعش في المدينة وتمكنت القوات الأمنية العراقية من اقتحام أحياء الشفاء والزنجيلي والصحة الأولى بالإضافة إلى المستشفى الجمهوري في السحل الإيمان للمدينة قتل ثمانية عشر شخصا على الأقل وأصيب ستة آخرون بينهم طفلان في انفجار سيارة مفخخة عند موقف حافلات لقوات الأمن في خس شرقي أفغانستان وفق ما أعلنت وزارة الداخلية فإن السيارة كان يقودها انتحاري فيما قالت مصادر إعلامية محلية إن التفجير وقع في محيط مركز عسكري مشترك للقوات الأفغانية والأجنبية أوقفت الشرطة البريطانية مشتبهين آخرين بعد قيامها بعملية تفجير تحت السيطرة خلال عملية دهم في مانشستر في إطار التحقيق حول الهجوم الذي أوقع 22 قتيل ليرتفع بذلك عدد الموقوفين في إطار التحقيق إلى 11 مشتبها به صرح المستشار الاقتصادي لرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الرئيس لا يعتزم تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضى عقوبات على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا وهي عقوبات يرغب لكريملين في التخلص منها قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة ستجري اختبارا على نظام قائم للدفاع الصاروخي في محاولة لاعتراض صاروخ باليستين عبر للقارات هذا الأسبوع في وقت تحاول فيه كوريا الشمالية تطوير مثل هذا الصاروخ وتمثل هذه التجربة المقرر إجراؤها يوم ثلاثاء مقبل أول مرة تختبر فيها الولايات المتحدة اعتراض صاروخ باليستين عبر للقارات نهاية الموجز في أمان الله اشتركوا في القناة